موسيقى موسيقى صراحة كل شي جامل عند الله كنا لعبين في الزنقاق تجرب كأي حمل مغريب ربما نجرب بحل التناريج جميع قرية صراحة صراحة المترجم للقناة 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 من ضد بنفيكا و أحد اللعب يعني اللعب كبير صراحة تكنيك مولا كل شي لعبنا الماتش و وسط الماتش كانت نضحكوك يا ذرا معايا يعني وقبل الماتش شجعني يعني كان عندي يعني من خامس ماتش يعني خامس ماتش اللي يجمع في البرجوغة شجعني قال يا ذرا يعني أحرفتاك وسمعت بيك وكذا و إن شاء الله الله يوفقك لعبتتنا مزيان حاولت مارك علينا يعني كي شجعوا بحالة ولد بلاد وكي شجع فيه بغماننا و الخصم ديال و صراحة ذات عندي ماش مزيان دوزنا ماش مزيان سالينا بقيت قل سنويا قلت لي على المصار كيف عش دوزو شنو السلبيات الإيجابيات اللي كاينين وليش صراحة ومبيل أسباب لشجعني يعني نبقى في الدولة البرجوغة كانت قلية عمل برشوغة تبقى فيها يعني تقدر تجيك في الأول صعيبة اللغة كذا ولكن من بعد يعني لاش تتيش لريش مديالك هنا تتيش كتش أضبطة حناية يعني مع اللعابة الليزون ترينر الجمهور وهذا ان شاء الله هذي كياتش قلية عادية لك وهذا ما كان يعني برشوغة لقيت فيها راح شي كشارن ان شاء الله علش علش اللازع من المغرب تعود الدورية المغربي شو يكون واحد الوجهة الجميع اللاعبي اللي كينين في الدوريات العالمية يعني لمن الدوريات يعني كل شي كين يعني كل شي موفر كل شي موفر زيد عليهم استراعي سفوزي القجاع شوه كيعون بزاف الحوي يعني الفوروك كيعون اللاعبين باش المغرب يزيد التطور من ناحية الكورة ونحن راكين ما عرف شي مقابلين عن الكاس العالم ان شاء الله في 2030 هلاش يعني قابلين من 2030 تكون بزاف الحويش تطوره ويكون المغربي بين الدوريات الكورة اللي كينين في العالم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبراس